احمد طولنا عليك. لا. بس ده كابتن طريق العشري. في بيتها يعني. في بيتها حرفيا يعني. بصي بقى. لما هقول الكابتن طريق العشري معايا النهاردة ومعايا كابتن احمد طريق العشري. سياه مدرب في طريق الجيش. اول حاجة الناس هتقول لك ايه. احمد كابت طريق العشري مجدير فني في طريق الجيش. شون ابنوا. فالكابتن احمد بيشتغل معي. بس في نفس الوقت انا وانا بقعد احسبها مع نفسي. حمناتكلم في منظومة نادي طريق الجيش. المنظومة الاندباطية. المنظومة اللي مفهاش مجملات. المنظومة اللي فيها الكفة هو اللي بيشتغل. فمؤكد بالنسبة لي دلوقتي ان انت راجل كفة. زي وسلت بقى انك تبقى شغال في طريق الجيش. يعني بسم الله. بعد ما لين في بقى قصة الكابتن العشري وانا نفيتها دلوقتي بشكل عبار. هو انا كابتن كريم يعني كنت لعب كورة ربنا ما كتاب ليش ان انا كمل عمر طويل في ما كنت لعب يعني بسبب الاصابة. فبس انا الحمدلله يعني كد الله مش فعلا لعبت في سموحة وحرص حدود. لكن جات لي اصابة 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 جديدة يعني. اصابة جديدة فهي اللي خلتني ابطل الكورة بدري يعني. بس انا الحمدلله يعني ببسلها من حتة تانية يعني ده خير ليه ان انا دخلت مجال التدريب من وانا صغير. ان انا تعلم من وانا صغير واكسب وقت. وانا بقول ان انا محظوز يعني ان انا بقالي شاء ثلاث سنين شغل مع مدرب كبير زي كابتن طارق. يعني انا اشتغلت معاه في حرص الحدود. وبعد كده روحت معاه المصري ورجعت تاني حرص الحدود. حيلا. ودلوقتي الحمدلله معاه في ندي طلاع الجيش. فدي كلها خبرات انا بكتسبها. والحمدلله انا ما دخلتش من مجال يعني كابتن ما جبنيش من الشارع. قال لي تعال اشتغل معايا. يعني انا اه يعني انا وردي في المجال. والحمدلله خلق يعني اخدت الشهادات التدريبية اللي اتاهني ان انا اكون. اولا بقى لان كنت جاي لك فيه. انت كمان درست. اه الحمدلله. مش اللي انا دخلت وخلاص. مش كابتن طارق يكلمك. بالزبط. يعني انا مجرد ان انا بطلت كرة. ابتديت ان انا على طول اخد الشهادات التدريبية اللي يتاهني ان انا اكون موجود في الاصطف مع مدرب كبير زي كابتن طارق. اه يعني كابتن طارق لم هي اختار مدرب مساعد. فالمؤهلات اللي عندك ممكن تبقى احسن من واحد تاني. بالزبط. فهاتطرق اختارك. اه انت ابني بس انا هاختارك عشان انت مؤهل عنه. هو دايما الكابتن طارق قبل ما اخش مع مجال التدريب. دايما بيقول لي انا عايزك تبقى مش مدرب مساعد تقليدي. بمعنى ان هو عايزني على طول اطور من نفسي واخد كرسات وعايزني يعني ادرس في كذا اتجاه. زي يعني الفترة دي انا بحاول اخد كرس في تحليل الاداء بحيث ان انا اكون مدرب مساعد وفي نفس الوقت ابقى لامم موضوع محلل الاداء بحيث ان انا اكون يعني كابتن طاري احتاجني في الحتة دي اكون ملم بيها بشكل جيد. نهاية دي احمد ليه بقى? انه مش كتير مع كامل الاحترام طبعا المدربين المساعدين في مصر. ما عرفوش اصلا او يعني ما عندهمش خبرات كبيرة بفكرة محلل الاداء ده بيعمل ايه? فانت شغلك هيبقى مهم كمان جدا. بالزبط. فانا قريدي اصلا يعني هو انا يعني زي ما قالت حضرتك انا مش بابصلها ان انا بطلت بدري فدي حاجة اقلة. بالنسبة لي انا بصت لا. ان ربنا كتب لي ان انا خش في التدريب في مجال في مجال التدريب من بدري. حاجزي ان انا يعني الحمدلله يعني ثلاث سنين بعد لي ثلاث سنين شغال مع كابتن اخدت خبرات. بالنسبة لي اخدت خبرات وتعلمت حاجات كتير منه. يعني خصوصا الفترة بتاعت المصري في ان انا سن ابيكون سني صغير. او اي فترة من فترة سني صغير عندي 29 سنة وأكون مدرب مساعد مع كابتن طارق في فرقة كبيرة زي النيد المصري أو فرقة زي حرص الحدود أو فرقة كبيرة زي نيد طلع الجيش فكل دي بالنسبة لي طبعاً صغر سنك ده بيخليك كمان قريب من لعيب يعني مثلاً لو لعيب متدايم من حاجة هيعرف في جي يتكلم معك أكتر ما هي يتكلم من كابتن طارق دي أنه أنت هي يتكلم معك صديق وفي لعيبة أصلاً أنا أصلاً أنا أعرفها كن صحاوي وفيه يعني أما بروح هم طبعاً قبل ما يعرفوني بيبقى أخدين فكرة أن أنا ابن مدرب فأي حد بما يعرفنيش بياخد انطباع ده كل حاجة يروح يقولها للكابتن بالضبط بس الحمد لله بفضل الله أما بيتعاملوا معايا الحمد لله بيشوفوا أن أنا بفصل تماماً ببين الشغل وبفصل تماماً أن أنا ابن كابتن لأن أنا كنت لعيب كورا وعارف أن فيه حاجات بتحصل أنا مكتنعة تماماً مش عايز تقولها للمدير الفني انت عايز تفلفط بي أنا مكتنع تماماً للمدير الفني ده لازم أكبر مشكلة هي اللي توصله المشكلة اللي هي هتأثر على المنظومة يبقى هو ساعتها لازم يتدخل احنا كمساعدين لازم نفلتر المشاكل المشاكل اللي هي ما تأثرش على تركيز المدير الفني في الشغل مع الفرق الحمد لله يعني أنا علاقتي كويسة جداً مع اللعيبة كلها وهم رايبين مني جداً يعني هم فيه ساعات بيبقوا مكسوفين من الكابتن يطلبوا منه حاجات فبيجولي أنا شوف أنا توقعت من جديد ما تكلملاش كده بره بس أنا توقعت ان انت وجودك هيبقى مهم جداً فاكتنا يبقى فيه شاب صغير موجود في الجهاز الفني ده بيفرق كتير مع اللعبين حمزة الواصل مهمة حمزة الواصل مهمة ان انت تعرف ما يضار داخل الفريق وزي انك تعرف توصله بشكل كويس جداً صحيح احمد عنده حاجته مهمين جداً يعني أنا المتنبئ له في التالنت في التدريب بشكل كويس ديوية شخصيته وانه يعني عنده شغف في التعلم وده مهمين جداً جداً صح انه هو هيقدر يواصل لانه هيجي في يوم اللي يوم بيوم الايام عين فصل ويبقى هو مسؤول بعد كده كمدير فني بالزبط لكن يكون انه هو عاوز يتعلم ويتأسس بشكل كويس دراسياً شهادات لانس بتاع الاتحاد الافريقي ابتدنا في الخطوات دي بشكل كمان في الكرصات التحليل هتزيده كمان خبرة اكتر في تحليل الفرق ان ديت احد مهام المدير الفني في كيفية شرح الفريق سواء الخصم او فرقته او اللعبات السلبية او اليجابية لما يجي يعمل محاضرات للعبين بشكل كويس فلازم يكون نمر واحد مقنع للعابين مقنع للعابين تاكتكياً في الشرح يستطيع انه هو يعرف يتكلم شكل كويس بيبقى وقبل كمان يبقى مدير فني انت راجل لما تبقى عايز مساعدين معاك انا عايز حاجات انا مش شايفها بقى انا عايز مثلا من احمد لو سمحت اديني تحليل الفريق اللي احنا هاللعبه بزرط لو سمحت اديني تحليل اللعيبة بتاعتي في الملعب رقمية وهو الدور ده اللي بلعبه يعني هو الدور ده هو العين اللي بيقدر ينقلها اللي بيهمه المهام اللي بيقدر ينقل تعرف ما فيش ميد دور فني بينجح الواحد صح في عوام المساعدة لذلك هو اسمه صطف فني كل واحد في المنظومة سواء الكابتن من اول العميد احمد اللي هو كمدير بكورو وبعدين الكابتن محمود عاطة المدرب العام او الدكتور عبد الحليم او احمد او حتى الكابتن السادة السوركي وكمان الادارين حتى العاملين في الفرق اللي هم دور لكن انت كطارق العشرة كانت مسؤول عن هذه التنظيم ازاي انت تدير هذه العملية بينك وتعمل يعني كل واحد بني دور واضح بالضبط وتعمل التوليف الجيدة بين الاصطف والعاملين وبين اللاعبين انها قصد تصبح اسرة واحدة كيفية ادارتك يعني مدير فني ادارجي ازاي تدير المنظومة دي بحيث انك تؤلف كل القلوب دول على هدف واحد وهو النجاح والكل يمشي في نفس الاتجاه اهلا قلت ايه اسمه دايما الناس ما بتخدش بالا من القصة دي اسمه مدير فني مدير انت اصلا اول كلمة المدير ده بمسؤول عن كل الناس هو اللي بينظم العملية وبمسؤول عنها وبيتبعها وبيدي ادوار لكل المساعدين كل دول بيدوروا في فلك واحد وهدف وتحقيق هدف واحد هو كيفية النجاح طب بالحيث ده النفسية والمعنوية بقى اه يا اسألها لك انه هو كابتن طارق العاشر جاب احمد طارق العاشر اشتغل معنا الاكيد بتسمع الكلام ده ايما من القيبة ايما من مدرب ايما من اعلام انك المدربين نفسهم المدربين المساعدين اللي معاك ممكن يبقى عندهم مثل طب هو كابتن طارق متقرب اكتر من احمد طب احمد ممكن يبقى عارف حاجاتها يا منك كابتن طارق احنا منعرفه الحاجات النفسية دي اللي اكيد بشكل تلقائي بتروح لدماغ الناس بتعمل معها ازاي بص احمد انا بتعمل معاك واحد من الاصطاف زيه زي كابتن محمود عطا المدرب العام زيه زي الدكتور عبد الحليم يعني قصدي واحد ليه دور من ادوار لا بفرق بين احمد ولا بفرق بين الكابتن وهو يبوصل لهم كده وبيوصل لكل لكن دور الاصطاف اللي احمد يعني يتكلمك عليه مهم جدا جدا فيه امور ممكن تتلم من مش لازم تدخل فيها المدير الفن صحيح وامور مهمة جدا ان يكون سن احمد قريب من اللاعبين طول ما هو قريب من اللاعبين وبيشارك حتى في التدريبات مع اللاعبين هيكسب قلب اللاعبين حتى لو فيه مشكلة اللاعب مش عارف يوصلها لي ممكن احمد هو يوصلها لي الكلام ده كله لصالح الفرق هو اللاعب مسلا هيروح يقول له انا بس بحاول اشرح للناس واكيد ده بيحصل معي انا و الله يا احمد انا منتقى ان الكابتن طاري مش مهتمد عليها الفاتر اللاعبين هو خايف لو راح قال الكابتن طاري الكلام ده الكابتن طاري يتضايق أكتر فيقول له طب مش هتلعب مَسلا يعني فييجي وفاتفض معاك فالفاتفضة دي ات هتعرف تهندلها معي وهتهندلها مع الكابتن طار ان انت تجي تقول له والله الكابتن طاري ومش لازم كمان الكابتن طاري يبقى ان فيه لعيب زعلانة او كان. طالما زي ما الكابتن قال ان انا لميت الموضوع مشكلة صغيرة لميت الموضوع ان اي لعب كرة انا مكتنع ان هو طبيعي لازم يزعل ان هو ما بيلعبش. مية في المية. لكن اما بتوصل وجهة نظر فان هو مش بعيد ان الكابتن بمسلا حطك قدام حيوصي على لونج رن. ان انا مش محتاجك في المباراة. بحاجة في المباراة دي بالزاد. فاللعيب وقت ما يبقى النظر دي بوجهة نظر فنية بيبتدي يفهم ويبتدي يركز. فمعنى زي ما قال الكابتن فيه حاجات كتير قوي لازم مش المدير الفني يدخل فيها. مدير الفني لازم يبقى مية في المية مركز مع الشغل مع الفرقة. والمشاكل الزغيرة دي انا مكتنع تماما لازم اللي سطف اللي حوالين المدير الفني لازم هو اللي لما. لو بقى المشكلة هتأثر على المنظومة كلها ساعتها بقى المدير الفني يدخل. ده انا مكتنع بكده.